الرجل بيجز للإضاحة حتى اللحظة بشكل رسمي لم تعلن إسرائيله عن الأمر لم تعلق عليه نعم نعم لغاية الآن في إسرائيل يقولون كالتالي تم اغتيال الصنوار ولكن نحن بحاجة إلى التأكيد من الجيش كيف علمنا ذلك لأن الجيش قال ذلك قال تمت عملية الاغتيال ولكن نحن بانتظار التأكيد حلاء رسميا هم لم يقولوا أنه اغتيال ولكن بشكل واضح هم ينطفرون نتائج المخبرية للحديث حولها هذه المسألة ولكن أريد أن نشير إلى ثلاث إشارات لو سمحتني الإشارة الأولى تتعلق بنهاية الرجل يبدو الصنوار هو الذي اختار هذه النهاية هو الذي اختار أن يخرج من النفق ويتخلى عن دور السياسي في إدارة التفاوض وأن يقاتل للرمق الأخير وهذا أيضا سوف يكون له دور معنوي في القتال في قطاع غزة الإشارة الثانية هو من الذين كانوا معه لم يكن معه جيش من الحراس الشخصيين كان معه شخصان زوروب وحمدان وهم من القيادات الميدانية التي كانت ترافقه بمعنى أنه لم تكن تلك القوة الشخصية التي كانت معه يمكن للتمويه ولكن أيضا يمكن هم أيضا اختاروا هذه المسألة قضية ثالثة بأن السيناريو الذي يرسم حول جبن الصنوار تبين أنه غير صحيح الرجل لم يمت داخل الأنفاق والمخابرات الإسرائيلية في هذه المرة تصاب بأزمة أكبر يعني بدل أن تخرج المخابرات وتقول نحن الذي عفرنا عليه طائرات F-16 هي التي وصلت إلى مكان النفق ضربت النفق أو المكان أو البيت أو الاغتيال هذه لم تكن عملية اغتيال هذه ليست عملية اغتيال هذه عملية قتال مباشر بين مقاتل فلسطيني وجنود إسرائيلين وبالتالي عملية وهذا بالنسبة للإسرائيليين سيئ لأنهم يريدوا أن يشيئ نعم تفضل محمد نعم